بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله حمد كثير طيبا مباركا فيه وصلى الله وسلم مبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فنواصل درسنا في قراءة والتعليق على رسالة الأصول الثلاثة للإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فهذا هو المجلس التاسع من مجالس شرح شيخنا لرسالة الأصول الثلاثة للإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى وذلك في ليلة الأول من شهر ربيع الأول لعام ست وثلاثين واربعمائة وألف من المسجد النبوي الشريف قال المصنف رحمه الله تعالى بعد ذكر المسائل الأربع التي يجب تعلمها قال الشافعي رحمه الله تعالى لو ما أنزل الله حجة على خلقه إلا هذه السورة لتفتهم بعد أن ذكر المصنف رحمه الله تعالى سورة العصر مشتدلا بها على المسائل الأربع التي ذكرها نقل هذا النقل عن الإمام الشافعي رحمه الله تعالى والإمام الشافعي هو أبو عبد الله محمد بن إدريس الشافعي الهاشمي القرشي وهو أحد الأئمة الأربع الفقهاء ولد في غزة سنة خمسين ومئة وتوفي بمصر سنة أربع ومئتين وهو من الأئمة الكبار المعروفين بسلامة العقيدة ولزوم منهج السلف وطريقهم وهو أحد الأئمة الفقهاء المقتدى بهم من الأئمة الأربع رحمهم الله جميعا قال الإمام الشافعي رحمه الله لو ما أنزل الله حجة على خلقه إلا هذه السورة لكفتهم هذا مما يدل على عظم هذه السورة وعلى عظم ما اجتملت عليه من مسائل حتى قال الإمام الشافعي رحمه الله هذه المقالة أي أن هذه السورة هي كافية في إقامة الحجة على الخلق فلو لم ينزل الله عز وجل من القرآن إلا هذه السورة لكفت الخلق لما اجتملت عليه من مسائل العظيمة وهي مسائل الإيمان والعمل والدعوة إلى الخير والحق والصبر على الأذى فيه فهذه السورة العظيمة مجتملة على هذه المسائل الأربع والحق لا يخرج عن هذه المسائل وهو الإيمان والعمل به والدعوة إليه والصبر الذي يشمل الصبر على أقدار الله عز وجل وعلى طاعة الله عز وجل وعن معاصي الله فإذا قام الخلق بهذه العصول التي دلت عليها هذه السورة لكفتهم في العمل وهي كافية أيضا في الحجة فقوله رحمه الله لكفتهم يحتمل أن مقصوده كفتهم في إقامة الحجة ومحتمل أنها كفتهم في العمل أنهم لو عملوا بها لم يحتاجوا إلى غيرها لشمولها على أصول الدين ولا يبعد أن يكون الأمر أن ما قصده رحمه الله أنه يشمل الأمرين يشمل الحجة أي أنها كافية في حجة الله على خلقه وهي كافية للعباد في العمل والإمام الشافع رحمه الله من الأئم الكبار الذين عرفوا بقوة الاستنباط وله كتاب الرسالة الذي يعد أول مصن في أصول الفقه وهذا مما يدل على رسوخ هذا الإمام في فهم الأدلة وفي قوة الاستنباط منها ولهذا لما ذكر هذه المقالة فهذا إمام إنما يتكلم عن علم ويتكلم عن خبرة ويتكلم عن معرفة عظيمة بالنصوص وبدلالتها فهذه السورة العظيمة كما ذكر الإمام الشافعي هي كافية الخلق في العمل وهي قائمة بحجة الله تبارك وتعالى عليهم لما اجتملت عليه من هذه الأصول العظيمة آمن احمد الله إليك قال المصنف رحمه الله تعالى قال البخاري رحمه الله تعالى باب العلم قبل القول والعمل والدليل قوله تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر بحجبك فبدأ بالعلم قبل القول والعمل ثم ذكر المصنف رحمه الله قول الإمام ick قال وقال البخاري رحمه الله باب العلم قبل القول والعمل وهذه أحدى تراجم الإمام البخاري في صحيحه وهي مجتملة على فقه عظيم ذكرها العلماء في مواطن كثيرة وهي تدل على فقه الإمام البخاري وتدل على هذا الأصل العظيم وهو أن العلم متقدم على القول والعمل العلم متقدم على القول والعمل ولعل المصنف رحمه الله إنما أورد قول الإمام البخاري ليستدل بقوله على أن ما جاء في سورة العصر في قول الله تبارك وتعالى والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فالذي جاء في هذه السورة هو ذكر الإيمان والمصنف لما ذكر المسائل الأربع ذكر المسألة الأولى العلم ثم استدل على هذه المسائل الأربع بما جاء في هذه السورة فكأن سائل سأل قال أين العلم الذي ذكر المصنف رحمه الله ذكره في هذه المسائل ثم استدل له بهذه السورة فهو ينبه هنا أن الإيمان المذكور في سورة العصر يتقدمه العلم وبهذا ينبه المصنف رحمه الله على أن الإيمان المذكور في سورة العصر يتقدمه العلم وبهذا استقام الاستدلال بهذه السورة على المسائل الأربع التي ذكرها المصنف رحمه الله وهذا من دقيق فهم الإمام محمد بن عبدالرهاب رحمه الله فإنه يولد الأدلة ثم ينبع على بعض اللطائف التي تدل على قوة استنباطه وعلى قوة فهمه رحمه الله كما هو الشأن في المسائل التي ذكرها في كتاب التوحيد فإنه يبوب وغالبا ما تكون الأبواب ماخوذة من الأدلة ثم يذكر الأدلة تحت الباب ثم يقول بعد ذلك فيه مسائل فيذكر من المسائل العظيمة التي تدل على قوة استنباطه وعلى قوة فهمه رحمه الله ولهذا عني العلماء بهذه المسائل واجتهدوا في فهمها وفي تدريسها وفي تعليمها بل بلغنا أنه سجلت رسالة علمية في هذه المسائل التي ذكرها الإمام رحمه الله في كتاب التوحيد وهذا التنبيه هنا أيضا مما يدل على قوة استنباطه وفهمه فإن الاستدلال بالنصوص ينقسم إلى قسمين إما أن تكون الدلالة نصية وإما أن تكون الدلالة مأخوذة من المفهوم وهو ما يسمى عند العلماء بدلالة المفهوم فلما لم يذكر العلم في هذه السورة واستدل بها على العلم نبه هنا إلى أن الإيمان المذكور أنه يتضمن العلم وأن الإيمان يسبقه العمل فأن الإيمان يسبقه العلم فدل على أن هذه السورة مجتملة على العلم أيضا ثم قال والدليل قوله تعالى أي على تقدم العلم قبل القول والعمل فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك فهنا يلاحظ أنه قدم العلم قال فاعلم أنه لا إله إلا الله هذا هو العلم ثم الجاء العمل واستغفر لذنبك وهذه أيضا الآية متضمنة للعلم والعمل متضمنة للعلم في قوله تبارك وتعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله وهذا توجيه للعلم بأعظم معلوم وهو شهادة أن لا إله إلا الله وهي الشهادة العظيمة التي هي أصل التوحيد وهي قوام هذا الدين وهي أول ما يدخل بها الرجل في هذا الدين وهي متضمنة توحيد العبادة فإن لا إله إلا الله متضمنة توحيد العبادة وشهادة أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم متضمنة المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم ومن عبد الله على وجه الإخلاص لله في العمل والمتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم فيه فإن هذا هو الذي تكفل الله بقبول عمله وهذا هو الذي أدى العمل الذي يثاب عليه من الله تبارك وتعالى قال المصنف رحمه الله فبدأ بالعلم قبل القول والعمل فبدأ بالعلم قبل القول والعمل أي أنه قدم العلم على القول والعمل وذلك أن القول والعمل المقصود بهما هنا المشروع منهما فإن الله شرع هذا الدين وهو إما أن يتعلق بالاعتقاد أو بالقول أو العمل فإذا شرع الله عز وجل عبادة وشرعها لهذه الأمة وهي متعلقة بالقول أو بالعمل كالعبادات القولية أو العملية فلابد أن يتقدم ذلك العلم بهذه العبادة المشروعة والمقصود بالعلم في العبادات أن يعلم المسلم أولا الدليل الدال على المشروعية أن يعلم الدليل الدال على المشروعية وهذا هو الأصل العظيم الذي لا يقبل الله عز وجل العمل إلا به لقول النبي صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد إذن ليس للإنسان أن يعبد الله عز وجل بما يشاء وبما يحب وإنما يعبد الله بما شرع فمن هنا يحتاج العامل أو من أراد العمل أن يعلم أولا الدليل على مشروعيته أن يعلم أولا الدليل على مشروعيته فيعلم أن هذه العبادة مشروعة وقد دل عليها الدليل ثم بعد ذلك ينتقل إلى العلم التفصيلي بهذه العبادة مثل أن يعلم الكيفية التي شرعها الله عز وجل لنا أن نؤديها بها وهذا مثل الصلاة فمن أراد هذه العبادة فإنه لا بد أن يعلم أول أن هذه العبادة مشروعة وأن الدليل دل على مشروعيتها ثم بعد ذلك لا بد له أن يعلم كيفية أدى هذه العبادة كيف تؤدى كيف نصلي ما هي أركان الصلاة وما هي واجباتها وما هي مستحباتها وما هي الشروط المعتبرة لهذه العبادة فلا بد أن يتعلم كيفية أدى هذه العبادة فإذا فقد هذين العلمين فقد العلم بمشروعيتها فلربما عبد الجاهل الله عز وجل بغير ما شرع كأن يعبد الله بعبادة يظن أنها مشروعة وهي ليست مشروعة فهذا فقد الدليل على مشروعية العبادة وفقد العلم بمشروعية العبادة وأما النوع الثاني فهو العلم بكيفية أدائها فإذا فقد هذا العلم لربما دخل في البدع الإضافية وهو أن يعبد الله بعبادة لكنها على غير الطريقة التي شرعها الله تبارك وتعالى وهو ما يعرف عند العلماء بالبدع الإضافية والعبادة معلوم أنها مقيدة بقيود كثيرة من حيث الأداء ومن حيث الزمن ومن حيث الكيفية ومن حيث الأمور المعتبرة فيها فلابد لمن أراد العبادة أن يعلم هذه الأمور التي شرعها الله عز وجل في العبادات مثل أن يعلم أوقات السلوات الخمس وأن يعلم شروطها وأن يعلم أركانها وأن يعلم واجباتها وأن يعلم الكيفية التي تؤدى بها فيكون بذلك عابداً لله عز وجل ولهذا كان العلم متقدم على القول والعمل فالمسلم يتعلم ثم يعمل ولا يعمل ثم يتعلم لأنه لربما عمل بالبدع أو عمل بعمل لا يوافق السنة مثال هذا من الشواهد التي تدل على بطلان العمل إن لم يكن مبنىه على العلم وعلى المتابعة ما جاء في قصة الرجل الذي صلى بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم وهو ما يعرف بالمسيء في صلاته وهذا صحابي جليل رضي الله عنه لكنه كان يصلي وقيل أنه ما كان يطنئنه في صلاته فجاء بعد أن صلى وسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فقال فرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم السلام ثم قال له ارجع فصلي فإنك لم تصلي ارجع فصلي فإنك لم تصلي فهذا صلى ولكنه لم يوافق السنة وإن كان هو صحابي جليل أراد الخير وما أراد التقصير ولكنه ما عرف حقيقة هذه العبادة على الوجه المشروع ولهذا لما قال له النبي صلى الله عليه وسلم ارجع فصلي صلى مرارا وفي كل مرة يقول له النبي صلى الله عليه وسلم ارجع فصلي إلى أن قال رضي الله عنه والذي بعثك بالحق لا أحسن غير هذا يعني لا أعلم صلاة أؤديها وأؤديها كما أمرتني إلا بما عندي من العلم وهذا الذي أحسنه وهذا الذي أعلمه وهذا مما يدل على أن القصور في العلم أنه ترد به العبادة مع حسن النية فليس هناك أبلغ من هذا الصحاب رضي الله عنه وهو صحابي وهو ومعلوم منزلة الصحاب رضي الله عنهم وعلوا فضلهم ومنازلهم في الدين ومع هذا قال النبي صلى الله عليه وسلم ارجع فصلي فإنك لم تصلي فهذا مما يدل على أثر العلم في صحة العمل وفي قبوله عند الله تبارك وتعالى أحكم الله إليك قال المصنف رحمه الله تعالى اعلم رحمك الله أنه يجب على كل مسلم ومسلمة تعلم هذه المسائل الثلاث والعمل بهن الأولى أن الله خلقنا ورزقنا ولم يتركنا هملا بل أرسل إلينا رسولا فمن أطاعه دخل الجنة ومن عصاه دخل النار والدليل قوله تعالى إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا ثم قال المصنف رحمه الله اعلم رحمك الله أنه يجب على كل مسلم ومسلمة تعلم ثلاث مسائل هذه المسائل تعلم ثلاث مسائل وهي العمل تعلم ثلاث تعلم ثلاث مسائل والعمل بهن ثم شرع في ذكرها وهذا كما سبق التنبيه عليه أن المصنف رحمه الله دائما يقدم بين يدي تعليمه وإضاحه لمسائل الدين أنه يدعو للمتعلم فيقول اعلم رحمك الله ومعلوم أن من رحمه الله يعني هيأه لقبول الخير وهيأه للانتفاع بهذا العلم الذي يلقى عليه أنه يجب على كل مسلم ومسلمة أي أن هذه المسائل من العلم الواجب وسبق التنبيه على أن العلم ينقسم إلى ما هو واجب وما هو مستحب كما أن العمل منه ما هو واجب ومنه ما هو مستحب فهذه المسائل نبه المصنف رحمه الله على أنها من العلم الواجب التي يجب على كل مسلم ومسلمة يجب على الرجال وعلى النساء تعلم هذه المسائل وليست هي خاصة بالرجال دون النساء وليست هي خاصة بأهل العلم دون غيرهم وإنما هي من المسائل العامة الوجوه التي يجب على كل مسلم ومسلمة أن يتعلمها كما يجب أيضا العمل بهن يجب أيضا العمل بهذه المسائل والعمل هو ثمرة العلم فإن العلم هو الأصل والعمل هو امتثال لهذا الأصل وقيام بهذا الأصل والعلم إنما يطلب للعمل كما قال علي رضي الله عنه هاتف العلم بالعمل فإن أجابه وإلا ارتحل ثم شرع في ذكر هذه المسائل قال الأولى أن الله خلقنا ورزقنا ولم يتركنا هملا بل أرسل إلينا رسولا فمن أطاعه دخل الجنة ومن عصاه دخل النار هذه المسألة الأولى التي ذكرها المصنف رحمه الله وفي الحقيقة أن هذه المسألة مجتملة على أربع مسائل المسألة الأولى أن الله خلقنا الثانية أن الله رزقنا الثالثة أنه لم يتركنا هملا الرابعة أنه أرسل إلينا رسولا وقوله فمن أطاعه دخل الجنة ومن عصاه دخل النار هذه أيضا متممة لإرسال الرسول أي أرسل رسولا فمن أطاعه دخل الجنة ومن عصاه دخل النار والمصنف رحمه الله كما هو معلوم صاحب بيان وإيجاز يوجز الكلام ولكن إذا فصلت فيه وجدت أنه يجتمل على مسائل كثيرة وهذا شأن العلماء الذين ضبطوا العلم يوردون العلم بعبارات مختصرة مع اجتمالها على علم غزير المسألة الأولى أن الله عز وجل خلقنا هو الذي خلقنا وهو الذي أوجدنا وهذا كما دلت على ذلك الأدلة من الكتاب والسنة كما قال الله عز وجل هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا وأجلا مسمى عنده ثم أنتم تمترون وقوله ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة السجد لآدم إلى غير ذلك من الأدلة الدالة على أن الله عز وجل هو المتفرد بخلق هذه الخليقة ثم جاءت أيضا الأدلة العقلية التي تدل على تفرد الله بالخلق وهذا ما أشار الله عز وجل إليه في قوله أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون فإنه لا يمكن للإنسان أن يقول أنه خلق نفسه ولا يقول أيضا أنه خلق غيره فلابد لهذا الإنسان من خالق ولابد لهذه المخلوقات في عمومها من خالق لها وهو الله تبارك وتعالى هذه المسألة الأولى المسألة الثانية قوله ورزقنا أي أن الله هو الذي رزقنا فبالخلق يحصل الوجود وبالرزق يحصل الإمداد والبقاء وهذا مما يدل على أن الله خلق هذه الخليقة وقد تكفل ببقائها في هذه الحياة ولهذا العلماء دائما يذكرون في هذا المقام نعمتين يقولون نعمة الإيجاد ونعمة الإمداد نعمة الإيجاد ونعمة الإمداد نعمة الإيجاد أن الله أوجدنا من العدم هذه نعمة ونعمة الإمداد أن الله غذانا بالنعم ورزقنا وما من مخلوق إلا وقد هداه الله عز وجل الهداية الكونية التي يدرك بها مصالحه وتبقى حياته في هذه الأرض إلى أن يأذن الله عز وجل بموته فهذا الرزق هو من الله عز وجل والناس يبذلون الأسباب في تحصيله ولكن الإنسان لا يمكن أن يقول أنه رزق نفسه وإنما يبذل السبب في تحصيل الرزق والرزق من الله تبارك وتعالى كما جاء في الحديث لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماثا وتروح بطانا فاغدوها في الصباح هي خامسة البطون ثم تعود في المساء وهي ممتلئة البطون لاحظي قول النبي صلى الله عليه وسلم لرزقكم كما يرزق الطير من الذي رزق هذا الطير الضعيف الذي ليس له حول ولا قوة الله عز وجل هو الذي رزقه وهو الذي سخر له طعامه فإن الطيور هي من أضعف المخلوقات ولهذا ضرب هنا المثل أي يرزقكم كما يرزق هذا الطير الضعيف فإن رزقكم لا تناله بحولك وقوتك وإنما هو بتوفيق الله عز وجل مع التوكل عليه ثم قال في المسألة الثالثة ولم يتركنا هملا ولم يتركنا هملا أيضا هذه حكمة عظيمة أن الله لما خلق هذه الخليقة لم يتركهم هملا والهمل هي الماشية أو بهيمة الأنعام التي لا راعي لها فكل ما كان من غير راع يقال أنه من الهمل التي ليس لها راعي فالله عز وجل لم يتركنا هملا وإنما خلقنا ورزقنا ثم أرسل إلينا هذا الرسول الكريم بما فيه صلاحنا وهدايتنا وسعادتنا في الدنيا والآخرة فبالرزق نستمد هذه الحياة وببعثة الرسول نهتدي إلى دين الله عز وجل فمن رزقه الله رزقه ورزقه الهداية وهده إلى هذا الدين فهو على خير عظيم أيضا دلة الأدلة على أن الله تبارك وتعالى خلق الخلق وهداهم وأرشدهم كما قال الله عز وجل أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون وقول الله عز وجل أيحسب الإنسان أن يترك ثدى فالله عز وجل ما تركنا ثدى وما تركنا من غير هداية ومن غير إرشاد وإنما أرسل إلينا هذا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم ثم ذكر المسألة الرابعة قال بل أرسل إلينا رسولا وهو هذا النبي الكريم الذي بعثه إلينا وهو خير رسله وأنزل علينا خير كتبه فامتن الله عز وجل بأن بعث لنا خير رسله وصفوته من خلقه وأنزل علينا أفضل كتبه وشرع لنا هذه الحنيفية السمحة التي هي أفضل الشرائع فكم لله من منة عظيمة على هذه الأمة فيجب على المسلم أن يحمد الله أن جعله من أتباع هذا النبي لو خير الخلق جميعا أن يختاروا نبيا لهم ما اختار الخلق إلا محمدا صلى الله عليه وسلم لأنه صفوة الخلق ولو خيروا في الكتاب الذي يبعث ويخاطبون به ما اختاروا غير القرآن فنحن اصطفان الله عز وجل بهذه النعم العظيمة أرسل إلينا أفضل رسله وأنزل علينا أفضل كتبه وهذا مما يستوجب الشكر ودوام طاعة الله تبارك وتعالى أرسل إلينا رسولا فمن أطاعه دخل الجنة ومن أصاه دخل النار وهذا كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم الذي أخرجه الإمام البخاري يقول عليه الصلاة والسلام كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى قالوا يا رسول الله من يأبى قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى فطاعة النبي صلى الله عليه وسلم هي سبب لدخول الجنة ومن عصى النبي صلى الله عليه وسلم فهو متعرض للعقوبة والوعيد وهذا الذي كأنه أبى دخول الجنة والمعصية تطلق على الشرك وتطلق على ما دونه من المعاصي ولكن الشرك مخلد لصاحبي في النار فمن عصى الله بالشرك فهذا الذي استوجب دخول النار والخلود فيها وأما من عصى الله بما دون ذلك من البدع غير المكفرة والمعاصي من الكبائر والصغائر فإنه متعرض للوعيد وهو تحت مشيئة الله إن شاء الله غفر له وإن شاء عذبه ولكن إن أدخله النار بذنبه فإنه لا يخلده في النار برحمته سبحانه وتعالى ثم ذكر المصنف رحمه الله الدليل على ذلك في قول الله تبارك وتعالى إن أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون رسولا فأخذناه أخذا وبيلا هذه الآية مجتملة على أن الله أرسل إلينا رسولا يهدينا إلى هذا الدين ويرشدنا إلى الحق كما أرسل إلى من قبلنا أرسل إلى فرعون الرسول والرسول الذي أرسله الله إلى فرعون هو موسى عليه الصلاة والسلام فأرسل إلينا رسولا كما أرسل إلى فرعون رسولا ثم جاء هنا توجيه عظيم من الله تبارك وتعالى ليبين لنا حال من عصى الرسول السابق وأنه معرض لهذا الوعيد ومعرض لهذا الأمر فقال الله عز وجل فعصى فرعون الرسول فهذا توجيه من الله أي فلا تعصوا هذا الرسول الذي أرسل إليكم فيحصل ما حصل لفرعون الذي عصى الرسول الذي أرسل إليه فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا فعصى فرعون معصية فرعون هنا هي الشرك وهي الكفر كما قال أنا ربكم الأعلى وقال ما علمت لكم من إله غيري فهذه سماها الله معصية وهذا مما يدل على أن المعصية تطرق على الشرك وعلى ما دونه من البدع والمعاصي لكن في اصطلاح العلماء المتأخرين إذا أطرقوا المعصية إنما يريدون بها ما دون الكفر وما دون الشرك وأما في النصوص فإن المعصية تطرق على الشرك وعلى ما دونه ولكن هذا يعرف من السياق فنحن نعلم هنا أن قول الله عز وجل فعصى فرعون الرسول أن هذه المعصية من الشرك والكفر لأن الذي حصل من فرعون هو التكذيب والكفر والشرك والإباء والعناد فهذه المعصية هي من الشرك ومن الكفر وأما المعاصي التي تصدر من المسلمين وهم الذين استجابوا لهذا النبي صلى الله عليه وسلم وانقادوا لهذا الدين وحققوا التوحيد والتزموا أصول الدين ثم بعد ذلك صدرت منهم بعض الذنوب فهذه الذنوب من المعاصي التي تكون تحت مشيئة الله إن شاء الله غفرها وإن شاء عذب عليها بعدنه نسأل الله التوفيق الجميع هذا والله أعلم صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين يوم الأربعة إن شاء الله سيكون الدرس في هذا الكرسي وذلك عوضا عن الدرس الذي مضى وسيكون في هذه الرسالة رسالة الأصول الثلاثة وأود التنبيه إلى أن درسنا في هذا الكتاب وفي شرح الأصول الثلاثة سيستمر في فترة الاختبارات لأنه يومين في الأسبوع اليوم الأول في يوم السبت وهو يوم إجازة واليوم الآخر إن شاء الله لا يضر ثم الدرس الآخر سنتوقف عن قراءة الكتاب في الدرس الآخر وهو شرح العقيدة الطحوية وسنبدأ في يوم الخميس إن شاء الله بقراءة الأسلة وبسماع أسلتكم وقد اجتمع الكثير منها عند القارئين فإذا فرغنا منها لعلنا ننظر في طرح موضوع آخر وأما هذا الكتاب فسنستمر إن شاء الله في درسنا في يومي السبت والإثنين وهذا الأسبوع أيضا سنأخذ درس يوم الأربعة في هذا الكتاب عوضا عن الدرس الذي فاتنا من الأسبوع الماضي نسأل الله التوفيق الجميع أحسن الله إليكم وبارك فيكم ونفعنا الله بما قلتم وظفر الله لكم ولوالديكم ولجميع المسلمين السائل يقول أحسن الله إليكم من ابتلي بالسحر فصار يقع في بعض المعاصي دون إرادته هل يؤاخذ عليها وجزاكم الله خيرا السحر له حقيقة وله تأثير بإذن الله تبارك وتعالى وهو يتفاوت تأثيره يتفاوت فإذا كان يذهب بالعقل هذا الذي سحر يعني ذهب السحر بعقله ولا يدري ما يفعل فهو معذور لأن الله عز وجل رفع القلم عن المجنون حتى يفيق وعن النائم حتى يستيقظ وهذا مما يدل على أن كل من ذهب عقله بغير اختياره وبغير إرادته فهو معذور وأما إذا كان لا يذهب بالعقل وإنما يؤثر فيه ولكنه يدرك ويعي ما يقول ويفعل فهو مؤاخذ بفعله وبقوله أحسن الله إليكم يقول السائل القول فبدأ بالعلم قبل القول والعمل هل هذا من كلام الإمام البخاري أم المصنف رحمه الله تعالى الذي يظهر أنه من كلام المصنف هنا ويتأكد إذا كان من كلام الإمام البخاري فلا إشكال لكن الذي يظهر أنه من كلام المصنف نعم أحسن الله أحسن الله إليكم سائل يقول ما حكم المخيط في لباس الإحرام الحزام وما شابه ذلك الحزام ما يضر إذا كان يعني من الأحزمة التي تجعل على الوسط لتحمل الإزار وأيضا يحفظ فيها النقود فلا بأس به ولو كان فيه خياطة نعم سأل الله إليكم هل يجوز عمل عمرة ثانية وأن توهب إلى شخص متوفي وجزاكم الله خيرا سبق التنبيه على أن العمر إذا كانت من مكة فإن الأولى تركى لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكر العلماء المحققون ومنهم شخل السلام بن تمية يقول ما خرج من مكة ليرجع إليها معتمرا لا من التنعيم ولا من غيره فالسنة هو أن لا يعتمر من مكة لا عن نفسه ولا عن غيره وأما إذا خرج من مكة إلى المدينة أو إلى جده أو الطائف أو مدينة أخرى ثم رجع بعد ذلك من غير نية أن يخرج فيرجع رجع معتمرا إلى مكة فلا بأس احسر الله إليكم يقول السائل ما هو حكم الصلاة بالمسجد النبوي في صفوف متفرقة ولم تكتمل الصفوف الأولى المشروع هو التقدم وإكمال الصفوف وإتمام الصفة الأول فالأول وهذا تفريط كون المصلون يرون الصفوف أمامهم غير مكتملة وفيها فرج ولا يسد هذه الفرج فإن هذا تقصير وتفريط والصلاة يعني تتم بإتمام صفوفها وبالمحافظة على هيئتها المشروعة وهو إتمام الصفة الأول فالأول أحسن الله إليكم سائل يقول صح عن النبي صلى الله عليه وسلم الاستشفاء بأبوال الإبل فكيف يكون شربها ومتى تشرب وما المقدار الذي يشربه ثم يقول هو طالب علم نفتلي بمرض يطلب منكم ومن جميع الحاضرين الدعاء له بشفاء نعم هذا كما جاء في قصة العرونيين الذين جاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم وقد أصابهم وباء فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يلحقوا بإبل الصدقة وأن يشربوا من ألبانها وأبوالها فشربوا حتى صحوا ثم اعتدوا على الراء فقتلوه وساقوا الإبل فبعد ذلك قتلهم النبي صلى الله عليه وسلم وسمل أعينهم كما جاء في قصتهم فهذا مما يدل على أن شرب ألبان وأبوال الإبل أنه من الأمور النافعة في الطب وبها يصح البدن وكل ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يصدق ولا يجوز أن يشكك فيه وأما الكمية والطريقة التي يشرب بها فهذا يرجع فيها إلى الخبراء وإلى أهل الطب الذين يقدرون هذه الأمور أحسن الله إليكم جاءت أسئلة كثيرة تتعلق بالرياء وكيف التخلص من عجب النفس والشهرة فما توجهون أحسن الله إليكم المسلم حقيقة في كل أقواله وأفعاله انطلق من اعتقاد فمتى ما استقر الإيمان الصحيح في القلب أثمر العمل الصحيح ومتى ما وجدت المخالفة في الظاهر فهي الدليل على خلل في الباطن وهذا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ألا إن في الجسد مضغة إذا صحت صح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله فالمسلم إذا كان يعلم أنه فقير إلى ربه حتى في شربة الماء وحتى في اللقمة هي بين يديه لا يستطيع أن يرفع اللقمة إلى فيه ولا يستطيع أن يبضغ هذه اللقمة ولا يستطيع أن يخطو خطوة وهو جالس في المسجد ويسمع إقامة الصلاة ولا يستطيع أن يقوم ولا يستطيع أن يتحرك من مكانه إلا بحول الله وقوته كيف يصاب هذا الإنسان بالعجب وكيف يظن في نفسه أنه صاحب كذا وكذا بل كلما من الله على عبده بنعمة علم أنه ممتن عليه وليس له منه على الله عز وجل الفضل بيد الله والتوفيق بيد الله فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه الإنسان لا يمكن أن ينفك من هذه العقيدة إن كنت مصدقا أنك ضعيف وأنك فقير وأنك محتاج إلى الله وأن كل ما أجراه الله لك وعليك وعلى يدك ووفقك فيه فهو من الله كيف يعجب الإنسان بما ليس من فعله وما ليس من حوله وقوته ولا أقول أن الإنسان هو لم يفعل الصلاة ولم يفعل العبادة بل هي من فعله ولكن الله هو الذي أعانه عليها وهو الذي وفقه فهو في الحقيقة موفق من الله كما قال الإماذ القيم أجمع العارفون على أن التوفيق أن يعانى العبد التوفيق أن يعانى العبد فإذا استقر هذا الأمر في النفوس وأن التوفيق بيد الله وأن العبد ضعيف فقير وأنه لا يملك لنفسه حولا ولا قوة وأن كل ما وفقت إليه من طاعة ومن علم ومن عمل فهو من الله وبتوفيق الله فعند ذلك لا يوجد العجب النفس لأن الإنسان يعلم أنه فقير يعني الإنسان إذا جعل غني ووضع في يد الفقير مالا ثم أخذه بيده هل يقوم هذا الفقير من ساعته ويقول أنا الغني الذي حصلت المال بجهدي وبحولي وقوتي ويفتخر أم أنه ذليل النفس منكسر النفس يعلم أنه ممتن عليه فمنة الله علينا أعظم من منة المتصدق على الفقير كيف يمنى الله علينا بهذه النعم ثم يقوم الآن من ساعته وهو مفتخر وهو معجب وهو بالأمس ذليل منكسر يدعو الله يا رب يا رب إذا دخلت في السنة سألت الله التوفيق وإذا أقبلت على يوم تريد أن تصوم وقلت يا رب وفقني لصيامه فإذا ختم الله لك الصيام اليوم هل تفخر وتنسى ما كنت تدعو به قبل الفجر وتتضرع إلى الله فيه تقول يا رب وفقني لصيامي هذا اليوم يا رب إني فقير وأنت تخشى أن تخذل وأن لا تصوم هذا اليوم كيف إذا أفطرت نسيت ذلك التضرع ونسيت ذلك الذل بين يدي الله الذل الذي قبل الصلاة وقبل صيام رمضان وقبل الحج وأنت تتعلم تقول لا علم لنا إلا ما علمنا تسأل الله كيف يفتخر الإنسان بعد ذلك كيف يعجب الإنسان بعمله فأقول أن هذا الأمر يرجع إلى خلل وإلى خلل في الاعتقال وأما خواطر النفس فلا يسلم منها أحد أنه قد يعرض هذا الأمر للإنسان لكن أن يكون مستقرا دائما مصاحب الإنسان فهذا دليل على وجود خلل والعياذ بالله نسأل الله أن يثبتنا وإياكم وأن يقين شرور أنفسنا فإن الإنسان مبتلى بشر نفسه وبشر الشيطان ولهذا شرع لنا أن نستعيد منهما جميعا كما جاء في الدعاء اللهم أن يعود بك من شر نفسه ومن شر الشيطان وشركه أحسن الله إليكم مبارك فيكم نعتذر من الإخوة الأسئلة كثيرة شيخنا أحسن الله إليكم نحاول نسدد ونقارب فنرجو من الإخوة لا يؤاخذون يقول السائل في المسألة الأولى ساق الشيخ رحمه الله تعالى الدليل على إرسال الرسول ولم يذكر دليلا للخلق والرزق ونفي الترك هملا فما الحكم في ذلك جزاكم الله خيرا هذه معلومة لأن هذه الأمور تعرف بالعقل فإن الله عز وجل خلقنا ورزقنا فهذه يستدل عليها بالشرع وبالعقل فإن الله خلق هذه الخليقة والأدلة العقلية والفطرية كلها تدل على ذلك وكذلك الرزق فإن الإنسان يرزقه من الله عز وجل وكل هذه الشواهد التي نمر بها كلها من الأدلة التي تدل على أن هذه أمور تعرف بالعقل ومعروفة بالتجربة أحسن الله إليكم السائل يقول ما هي الفائدة من ذكر المسائل الأربع ثم عقبها في المسائل الثلاث قبل الشروع في الأصول الثلاث هذه كالتوطعة لما سيذكر من الأصول الثلاثة وهي من المسائل أيضا النافعة التي نبه عليها المصنف بين يدي ذكر الأصول الثلاثة والتفصيل فيها حسن الله إليكم سائل يقول استشكل علي أمر وهو كيف الجمع بين الآيتين قال الله عز وجل إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء وقال في الآية الأخرى إن الله يغفر الذنوب جميعا ليس هناك إشكال العلماء بيّنوا معنى الآيتين ففي قوله إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء هذا من غير توبة من غير توبة إن الله لا يغفر أن يشرك به من غير توبة ويغفر ما دون ذلك لمن لم يشاء لمن يشاء لمن لم يتوب وأما الآية الأخرى قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا فهذه مع التوبة وهذه الآية تشبر الشرك وغيره حتى الشرك إذا تاب الإنسان منه والنفاق إذا تاب الإنسان منه فإن الله عز وجل يتوب عليه يقول الله عز وجل قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سنف فهذا في التوبة كل من تاب إلى الله غفر له ذنوبه جميعها وأما إن لم يتوب فالشرك لا يغفر إلا بتوبة وأما ما دونة فهي تحت مشيئة الله إن شاء الله غفرها وإن شاء عذب عليها بعدره صلى الله عليه وسلم سائل يقول هو طالب فرنسي في الدكتورات تاريخ الإسلامي موضوع رسالته في كيفية مواجهة المسلمين لأعداء الإسلام وجهود بشيخ الإسلام من تيمية وابن القيم رحمهم الله تعالى في ما يتعلق في هذا الباب يقول هل هذا تنصحون بإتمام هذا البحث وإن هذا يكون نافعا في دراسة التاريخ الإسلامي أخوان هذه الأسئلة الخاصة تعرض يعني في غير الدروسة العامة يعني هذا طالب علم جزاء الله خيرا في جهده وهذه المسائل الخاصة المتعلقة بالبحوث والدراسات والموضوعات التي تقدم يسأل عنها طالب العلم يعني في جلسة خاصة يبين له نعم بسم الله إليكم أحد المعتمرين من فرنسا تجاوز الميقات ودون إحرام جهلا منه ثم أحرم من جدة وطاف وسعى وحلق فماذا عليه عليه أن يذبح تبيحة لفقراء الحرام لأنه ترك واجبا من واجبات العمرة وهو معفو عنه في الإثم بجهله فالجهل يرفع الإثم وأما الكفارة فهي واجب عليه وهو أن يذبح ذبيحة لفقراء الحرام أحسن الله إليكم سائلة تقول تسأل عن تطلعها أو نظر في جوالي ولدها تنظر إليه وتتجسس عليه حرصا منها عليه هل هذا العمل جائزا أحسن الله إليك هذا فيه تفصيل إذا كان هذا تجسس من غير مبرد فهذا لا يجوز لأن بعض أولياء الأمور من الآباء والأمهات يبالغون في التصنت والتجسس على أبنائهم وهذا يولد فيهم عدم الثقة ويولد فيهم يعني عدم الإطمئنان النفسي وهذا خطير في التربية وأما إذا كان لوجود مبرر شرعي ولما يظهر على الإبن من بعض العلامات التي يخشى أن تكون مؤثرة في سلوكه فأحبت أمه أو والده أن يتأكد من هذا الأمر ويتابع هذا الأمر فلا بأس فالأمر وفت بين طرفين لا إفراط ولا تفريط أحسن الله إليكم رجل حج متمتعا ولم يتيسر له الهدي وصام ثلاثة أيام قبل أن يؤدي عمرة التمتع فما الحكم في ذلك أعد أعد رجل حج أحسن الله إليكم مبارك فيكم سائل يقول رجل حج متمتعا ولم يتيسر له الهدي وصام ثلاثة أيام قبل أن يؤدي عمرة التمتع فما الحكم في ذلك الصحيح أن الصيام ينبغي أن يكون بعد الشروع في الإحرام للعمرة لأن الله عز وجل قال ثلاثة أيام في الحج فينبغي أن يكون الصيام بعد الدخول في الإحرام فصيامه قبل الشروع في الإحرام للعمرة ينبغي له أن لا يعتد به ويتم ما بقي له من الصيام من عشرة أيام إذا بقي له ثمانية أيام أو أكثر فيتمه وإذا كانت الأيام الثلاثة كلها صامها قبل الإحرام بالعمرة فلا يعتد بها على الصحيح من أقوال أهل العلم أحسن الله ليكم هذا سائل يقول كيف يتوب الإنسان من الزنا وهل سيسأل عنه يوم القيامة التوبة من جميع الذنوب الندم على الذنب والعزم على عدم الرجوع إليه والإقلاع أولا عن الذنب والندم عليه والعزم على عدم الرجوع فيه وأن يكون المسلم خائفا من الذنب مشقا أن يأخذه الله عز وجل يأخذه الله به فإن دام على الاستقامة والتوبة وعلم الله عز وجل منها الندم فإن الله يتوب عليه أحسن الله إليكم سائل يقول ما حكم لعب الأطفال التي تكون فيها صورة أو حيوانات أو ما شابه ذلك هذه إذا كان غير مبالغ فيها وهي من الأمور الممتهنة فإنه لا بأس بها لأنه ثبت عن عائشة رضي الله عنها أنها كان لها خير له جنحان تلعب به فإذا كان من هذا القبيل فلا بأس به وسمعت من بعض فتاة وبعض العلماء يقول هذه إذا كانت متحركة ولها أصوات فهذا يتجاوز المأذون به شرعا فإن بغي تجنب ذلك أحسن الله إليكم سائل يقول هل الدم الذي يخرج من الجروح البسيطة ينقض الوضوء خروج الدم وكونه ناقضا من عدمه هذا محل خلاف بين أهل العلم والصحيح أنه ليس هناك دليل يدل على أن خروج الدم ناقض إلا ما جاء في المستحاضة ومعلوم أن دم الاستحاضة غير دم الجروح والأعضاء ولهذا كثير من أهل العلم يرى أنه ليس بناقض وقسم آخر يرى أنه ناقض ما لم يكن فاحشا ولا شك أن الاحتياط هو من خرج منه الدم الفاحش أن يتوضى خروجا من الخلاف وأما إن كان يسيرا والعبرة في اليسير وتمييز من الفاحش أن الفاحش ما فاحش بالطبع وكثر فهذا الاحتياط يتوضى منه وأما إن كان يسيرا مثل أن يصاب الإنسان في إصبائه أو في قدمه بدم يسير كل جروح اليسيرة فإن هذا لا ينقض الوضوء أحسن الله إليكم يقول السائل ما حكم الذين يطعنون في العلماء ويتكلمون فيهم هذه أعظم المصائب التي ابتلي بها بعض من أغرق في هذا الأمر والطعن في أهل العلم وفي الدعاء الذين يقومون بالدعوة إلى الله عز وجل فهذه جريرة عظيمة وإثم عظيم فالناس من الناس من يدعو إلى الخير ومنهم من يعين على الخير ومن الناس من لا يعين ولا يصد وشرار الخلق هم الذين لا يبذلون الخير ويصدون عن الخير يعني هؤلاء شرار الخلق لاحظ الناس على أقسام منهم من يدعو إلى الله ومنهم من يعين الداعية ومنهم من لا له ولا عليه لا يدعو ولا يصد ومنهم من يصد عن الخير فهذا لا هو الذي دعا إلى الخير ولا هو الذي شكت وهؤلاء هم شرار الخلق ولا يقع في هذا الأمر إلا مخذول يعني قد بلغ في الخذلان منزل عظيمة أن يصد عن سبيل الله وأن يطعن في أهل العلم وهذه فتنة عظيمة حصلت لبعض الفرق قديما حتى أن الصحابة رضي الله عنهم على فضلهم وعلى علو منازلهم في الإيمان ما سلموا من طعن هؤلاء المفتونين وهكذا أهل العلم والأئمة ما سلموا من طعن هؤلاء بل رب العالمين ما سلم ما حصل من هؤلاء ما سلمت ألسنتهم من الطعن في الله تبارك وتعالى وإلا فالله غني الحميد لا يضره شيء ولكن هؤلاء ألسنتهم ما عفت عن الكلام وعن الطعن حتى في ربهم وفي خالقهم نعم أحسن الله إليكم سائل يقول عندي تجارة في السوق ثم اشترى مني نفراني وبعد أن اشترى مني أشياء أشياء من أطعمة أراد أن ينصرف قال لي أريد أن أوزع هذه الأطعمة في الكنيسة فما حكم هذه المعاملة وماذا يجب علي لا بأس بالبيع والشراء مع أهل الكتاب فإن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه كانوا يتعاملون مع اليهود في المدينة يبيعون ويشترون معهم فإذا بعته من الأمور المباحة فإنه لا بأس بذلك وكونه يطعم الناس في الكنيسة وفي غيرها فهذا من طعامهم الذي يبذلونه في أي مكان سواء أطعم أهله في الكنيسة وفي غيرها فإن هذا الطعام اشتره بمانه وأما إذا كان هذا من الأمور المحرمة كالخمور وفي غيرها فإن من أهل العلم يرى المنع من ذلك وهذا يرجع إلى أصل وهو أن هؤلاء الكفار هل هم مخاطبون بفروع الشريعة فإن قيل أنهم مخاطبون بفروع الشريعة فإن الخمر وكل المحرمات التي حرمت علينا محرمة عليهم ولا يجوز الإنسان أن يعين على محرم وأما من قال أنهم غير مخاطبين بفروع الشريعة فيقال أنه لا يحرم عليهم هذا الأمر حتى يدخلوا فيه هذا الدين خلال معروف بين العلماء في هذه المثلة أحسن الله إليكم هل يجوز لرجل من آل البيت أن يأخذ الزكاة ثم ساء الآخر يقول ما هو حد الفقير الذي يجوز له أخذ الزكاة أهل البيت لا يأخذون الصدقة لقول النبي صلى الله عليه وسلم إن ما عشر أهل البيت لا نأكل الصدقة والحسن والحسين لما أخذ لقمة استخرجها النبي صلى الله عليه وسلم من فيه وهذا مما يدل على تحريم الصدقة على أهل البيت لشرفهم أما حد الفقير فقال العلماء الفقير هو الذي لا يملك شيئا والمسكين هو الذي يجد ما لا يكفيه كما قال الله عز وجل أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فهؤلاء لديهم سفينة وهم مساكين لكنها لا تكفيهم في النفقة وأما الفقير هو الذي ليس عنده شيء نعم أحسن الله إليكم سائل يقول أنا طالب في الجامعة أهلي شقيق في الخارج يساعدني بالمال المشكلة هي يقول إن هذا شقيقي ماله حرام فهل يجوز لي أن أمسك هذا المال أم هو حرام علي التحريم إما أن يكون تحريما ذاتيا وإما أن يكون التحريم للوصف فالتحريم العيني الذاتي مثل تحريم الخمر تحريم الميتة فهذه لا يجوز للإنسان أن يتعاطاها وأما التحريم المتعلق بالوصف فهو تحريم الكسب الحرام فهذا إنما هو محرم على صاحبه فإذا انتقل بطريقة مباحة إلى غيره فإنه لا يحرب مثال ذلك لو أن رجلا يدخل في كسبه المحرم ثم عمل وليمة للناس ودع جيرانه وأهله وأكلوا من هذه الوليمة فهل ينتقل الحرام إليهم هؤلاء لا ينتقل الحرام إليهم وهذا من رحمة الله عز وجل وإلا لو حصل هذا لوقع الحرج يعني في كثير مما يأكل الناس ويشربون فالذي يظهر أن هذا المال إن لم يكن مشروقا بعينه أو من المحرمات بذاتها وأعطاك من ماله فهو حلال لك حرام عليه من جهة اكتشابه وإن تورعت وتركت هذه العطية فهذا أولى ولكن القول بالتحريم فإنه لا يحرم عليك إذا بدل لك من طيب نفس من أخيك نعم أحسن الله إليكم أخت يلزمها أبوها أو يلزمها أبوها بالعمل مع علمه أن العمل مختلط بالرجال والنساء فهل يجوز لها أن تكذب على أبيها جزاكم الله خيرا لا يجوز لها أن تكذب على أبيها ولا أن تطيعه في الاختلاق فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق وإنما تخبر أباها تقول يا أبتي طاعتك واجب علي ولكن في غير معصية الله كوني أخالط الرجال وأتعرض للفتنة فهذا محرم فتنصح والدها وترفق به في هذا الأمر لعل الله عز وجل أن يهديه وأن يمنعها من مخالطة الرجال نعم